الضوضاء البيضاء الوصفة السحرية لنوم سريع للأطفال هل لديك طفل صغير؟ لو كانت الإجابة بيعاً فهذا يعني أنك تعاني من قلات نومه أو عدم انتظام مواعيد استيقاضه ومنامه من المؤكد أنك جربت العديد من طرق في محاولة منك لإنجاح الأمر كالهدهدى والغناء والسير به محمولاً على كتفيك مئات المحاولات ما بين الفشل الدائم والنجاح العابر لكن ما بالك لو عرفت أن الحل ليس مطلقاً في الهدوء ولا الضوء الخافت أو الصوت الهامس الحل يكمن فقط في الضوضاء الضوضاء البيضاء هي الحل لتفلك الرضيع نحو نوم هادئ الضوضاء البيضاء هي نوعاً من الأصوات التي يعتقد البعض أنها أضوء ضوضاء مزعجة لكنها تساعد كثيراً في عمليات النوم المعقد لدى الكثير من الأطفال ولد الكبار أحياناً فلصوت الغسال اليدوي سمات التهدئة أكثر من الإزعاج وكثيرون من لا يتذكرون تلك الأيام الخوالي حين كانت معظم المنازل تعتاد استخدامها وكانت أطفال البيت وكباره ينامون بعمق في تلك الأجواء والأصوات الأصوات المتكررة بنمط ثابت هي ما يطلق عليه مسمى الضوضاء البيضاء التي تساعد الأطفال حديثي الولادة وحتى عمر السناء على النوم بشكل منتظم دون أن تبدل الأم مجهوداً خارقاً لتحديث تكلها على النوم أصوات مثل تشويش التليفزيون أو صوت المكنسة الكهربائية أو صوت مجفف الشعر أو زخات المطر أو محضر الطعام يمكنك الاعتماد عليها بشكل كبير للوصول لنوم مثالي لتكلك الولي تخصيص اللون الأبيض لتسمية هذا النوع من الضوضاء أتى من فكرة تكون اللون الأبيض من اندماج جميع الألوان ببعضها فهكذا هي الأصوات المختلفة الترددات حين تندمج فيخرج منها ما يسمى بالضوضاء البيضاء إذا كان هناك أكثر من شخص بالغرفة كل منهم له صوته صوت أحدهم يمضغ الطعام والآخر يستمع لهاتفه وآخر صوت شخيره عال ففي هذه الحالة فإن أضمن حد للنوم هو اللجوء للضوضاء البيضاء وهو التركيز على صوت واحد منتظم والخروج من كافة الأصوات الأخرى فلو ركزت كافة حواسك على الاستماع لصوت الشخير فإنك لن تسمع باقي الأصوات وبهذا ستضمن عدم تشتتك في أكثر من اتجاه هو تفتيتي تركيزك وانتباهك بعيدا عن النوم للضوضاء البيضاء سحرها الخاص على الأطفال فهي ليست مجرد صوت نمطي يدمنون الاستماع إليه لكن السر يكمن في أن تلك الأصوات تشبه إلى حد كبير الأصوات التي كانوا يستمعون إليها وهم أجنة في رحم الأم مثل دقات قلب الأم وصوت تدفق الدماء في الأولد الدموية وأصوات المعدة والقولون فهذه الأصوات التي تتقارب مع نمطية الضوضاء البيضاء هي ما تولد ألفة بينها وبين الطفل لذا يشعر بالأمان عندما يستمع إليها وينام في سكون ما هي أضرار الضوضاء البيضاء؟ الراحة التي تحصل عليها الأم بعد تنويم الطفلها من مزايا الضوضاء البيضاء لكنها كذلك لها بعض العيوب التي أثبتها العلماء الذين نصحوا بعدم الاعتماد عليها وسيلة لتنويم الطفل بشكل دائم مع مراعاة الاعتماد على هذه الوسيلة لفترات محدودة وبصوت منخفض وذلك لأسباب عدة أولها أنها قد تضر بحاسة سمع الطفل عند الإفراط في استخدامها لذلك فإن درجة الصوت المسموح بها لا تتجاوز 60 ديسيبلا كما أن الاعتياد عليها قد يخلق من الطفل شخصا مزعجا في حالة عدم وجودها فلا مجال لنومه دونها